وجه آخر لواقع مر بلا أمل ومعه أنات ماهر لا تجد من يسمع لها وسط سخب جدل سياسي لا ينقطع ومعانته مع المرض بعد طول انتظار للفرج يبدو أنها ستطول أكثر أنا في المرحلة الأولى كنت فقط الأمل بسبب الحروب والآن لدي أمن في عادة السفر الخارج وشوفكم أني تبنى لهذا السفر ثم أسافر بعد وقف عاصفة الحزب المواطن يتقشف والإنفاق على السلاح بلا رقيب أو حسيب وفي انتظار يمن جديد وواقع أفضل هنا داخل المستشفى كثيرا ما اشتكى الناس تأثيرات الواقع السياسي وذاقوا مررته وهم يشاهدون بأعينهم صباحا مساء تنامي الإنقسامات وتصاعد الصراعات نحن ندخل المستشفيات هذه وما نحصل علاجات نهايا حتى ندخل عندنا مريض في مستشفى الأورام ندخل لداخل بعض العلاجات الكيموية لا نحصلها نشتريها من خارج وهذا حرام حرام خاصة في حق المستشفيات هذه كم يموتوا فيها يا ناس ونرجو من الجهات المختصة حق المستشفيات بتوفير كل الأشياء في المستشفيات نحن في وضع مقلق في اليمن نخرج من أزمة دخلنا أزمة أشد منها في اليمن ولذلك ينعكس على المواطن اليمني بذلك يسبحوا الضحية من قانب الحروب والحصارات نحن نتفاعل أن يكون الوضع اليمني أحسن من ذلك لكن نخرج من أزمة ودخلنا أزمة أسوأ منها تنفس اليمنون الصعداء بعيد الإعلان عن مؤشرات قد توقف نهر الدم المنهمر في بلادهم ولكن هذا التنفس لم يلبث طويلا وغيبه الموت مثلما تقبر أحلام المرضى هنا في جرعة دواء ليبقى الوطن ينزف وأهله يشيعون أحلاما أو أضغاثا لها وحتى هذه تأخر كثيرا موعد تفسيرها لتستمر الحيرة في داخل هذا المستشفى ينتظر ماهر دوره في العلاج وسط العشرات من المرضى ومع همنة أولويات الحرب على اليمن معتلون أو أصحى طباء على حد سوى تبقى وجوههم شاحبة يشكون من سوء التدبير وغياب الاهتمام بحالهم أو مصير بلادهم عمر الورفي لليوم على الحرة صنع شكرا